وسط مدينة الجلفة يقع حي عين أسرار غير بعيد عن أعين المسؤولين ويعتبر من بين أقدم الأحياء وأكثرها تهميشاً فالقمامة والأوساخ تحاصران السكان بالإضافة إلى غياب التهيئة ما عندنا مشكلة عن نظافة هذه هنا تعلن الإصلاح في هذا الحي لن نعان فيها معاناة كبيرة ماذا بينا يخصون الناس يخدموها تازفا ما جمعت تازفا جمعت الجزاء البيضاء رحكي نياس مؤسسات مهتمة بهذا الأمر تخص في النفايات هنا يخرج طفل من اللي يكون يخرج طول في النفايات وما يخفيكم مش العوامل الطبيعية في الشتاء بيرك وحواج ديك أو حال يعانوا منها الأولاد الصغار والكبار قنوات الصرف الصحي أصبحت تصبح مولتها مباشرة في الشارع وضع قد يعقد الأوضاع الصحية لسكان هذا المشكلة عدو عاملة وكي نحن ثانيا ما يفجئ منه ثانيا رحا مطرد قا والماء رحا موش مليح الماء رحا موش مليح رح هامش رحا مصدي رح سدق رحل ناس شعب هذي رح يشترف سدق همتها لنه جاء الوزير هنا نبدأ ياخذ مو في الطرق وياخذ مو في الحيات وياخذ مو في الحيات وبعدها جاء الوالي وجلال غريم دا والقاشي يخدم المقاول يخدم وقاعدت الشعب قاعدت تخدم وبعدها كي راح تحبسد قاعدت الحياء الشباب والمرافق الرياضية معادلة لا يمكن أن تجمع أطرافها فالحي به هذا الملعب الوحيد الذي تم هدمه بسبب الأشغال الوحيد في ولاية الجلفة دار الأحياء كامل دارهم ملاعب جوارية سلطاتنا تقول للملاعب جوارية نرى ملاعب رملية ها ورا نحن المقاول نحاوش يورينا وش را يديرنا الدشرة الوحيدة الذلم بتاع الدشرة الوحيدة أنهم يسكنوا فيها الزوالية وماعدمش لي يضرب عليها نحن نحاوش على السلطات المحلية يعطونا حق من حقوقنا هذا شي نفهمه وخدمته بداية خدمة في النص يبدأ خدمتها ويبدأها بداية في النص راح بدأ منها بلبلغتها الباطميات وخلى هذه حفرها خدمة نصها هنا يكسر من يستعد القريش تاعوا راح في الققاعتين وخلىها محفر كذلك ملعب الأولاد والإنارة العمومية كذلك لازم الدولة تنظر إلينا كذلك الإنارة العمومية وقيرها من المراكم احنا ما عدنا نشقع أماكن تسلية للشبيب أن تعنا أبدا ما كان نشقع في هذا الحي رسالة وحيدة فقط يرفعها السكان في وجه المسؤولين مفادها إن لم تتمكنوا من الانتباه لوضع حي على مرمى حجر من مكاتبكم فكيف بالله عليكم تنظرون إلى ما هو أبعد ترجمة نانسي قنقر